بسم الله والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم على قناة اشرف القادي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شاشة من شاشات توشيبة اولا من النادر انك تلاقي شاشة اندرويد تسعة موديل اه اتنين وثلاثين بوصة صعب جدا صعب جدا تلاقي مقاس شاشة اتنين وثلاثين بوصة مش موجودة في اي شاشة حاليا في مصر او الوطن العربي شاشة اتنين وثلاثين بوصة اندرويد ناين اه كل الشاشات للاثنين وثلاثين بوصة بتبقى شاشات عادية او سمارت لكن اندرويد لأ الشاشة الوحيدة اللي كانت اتنين وثلاثين بوصة اندرويد كانت تي سي ال وكانت اندرويد سبعة وللأسف مش متوفرة حاليا خالص تقريبا انتهت من السوق من فترة كبيرة جدا دي وقت المتاح والشاشة اللي تعتبر باندرويد حديث هي اه شاشات توشيبة اه شاشة توشيبة اه موديل اه 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 تسعة وخمسين خمسة وتسعين او خمسة تلاف تسعمية خمسة وتسعين اي ايه الشاشة دي اندرويد تسعة ذاكرة داخلية اه تمانية جيجا اه الرام بتاعها اتنين جيجا رام اه شاشة شافة من الشاشات المميزة جدا كشكل صوت وصورة وكامكانيات الشاشة ديه طبعا اه من لوع الشاشات الليد اه اه بنظام الاندرويد قلنا اه 9.0 اه مزودة بالريسيفر داخلي وبرضو قليل جدا من الشاشات الاندرويد بتلاقيها فيها رسيفر داخلي قليل جدا اغلب شاشات الاندرويد ما بتكونش فيها رسيفر داخلي لا الشاشة دي فيها رسيفر داخلي وفيها بس ارضي رقمي كمان وفي نفس الوقت اندرويد ناين مع امكانية الاتصال بالنت بالانترنت اه سلكيا ولا سلكيا عن طريق فتحة كابل الانترنت في ظهر الشاشة او عن طريق الواي فاي المدمج في الشاشة مع امكانية الدخول على اه تطبيق نت فليكس لمشاهدة احدث المستدسلات والافلام وفي نفس الوقت الدخول على اليوتيوب على الضلميشن على اه ابل تي فيي على البرايم فيديو على كل منصات المشاهدة بصورة سلسة جدا اه الشاشة دية اه اه صورة مميزة جدا وشكلها شكلها شيد جدا بصراحة مع امكانيات عالية جدا اه نوع الارسال الارضي اللي فيها دي في بي تي تو وده يعتبر احدث انواع البس الارضي الرقمي او الارسال الارضي الرقمي معالج الفديو بتاعنا او معالج الشاشة نوع السيفو انجين وانتسيفو انجين موجود في كل شاشات الاندرويد الموجودة في التيوشيبة لا عربي نوع الفلتر المستخدم الكمبو فلتر الاساسي بالنسبة لتركيبات شاشات توشيب على مستوى العالم ومميز جدا صورته كويسة جدا وصورته امكانية مميزة جدا درجة الوضوح بالنسبة للصورة عندنا درجة الوضوح 1366 بيكسل في 768 بيكسل بدقة الـ HD لكن الصورة بصراحة لما بنشوفها على الطبيعة بحيث انها Full HD وليست HD جودة عالية جدا نقاة عالية جدا الوان ثابتة وفي نفس الوقت فيه اتقان في صنع الشاشة الجسم الخارجي للشاشة جسم صالب ومميز جدا مش جسم ضعيف وهاش لو اتكلمنا على شدة التباين فيه معالج قوي لشدة التباين في الشاشة وفي نفس الوقت الشاشة بتحتوي على خاصية تقوية الدقة والحركة السريعة ده بيهدينا امكانية عالية جدا لصورة بتظهر لك تفاصيل التفاصيل وانا بحب شاشات الـ 32 لانها مش صورة منطوطة او صورة مفرودة هي صورة امكانياتها وبتوضح حتى لو HD بتحس انها صورة عالية الجودة الشاشة فيها سبع اوضاع للصورة مع ورع كمان توفير الطاقة امكانيات عالية جدا حتى الصوت بتاع الشاشة صوت تكنوليجيا صوت دولبي خاصية ضبط مصدر الصوت الصوت المحيطي الموجود في الشاشة صوت راقي جدا وصوت كويس جدا مع خمس اوضاع للصوت منها القياسي والموسيقي والليلي والمسرحي وامكانيات عالية جدا بالنسبة لخارج الصوت حتى بالنسبة للشاشة لو كلمنا عن مميزات الشاشة نظام اندرويد 9 مزودة برسيفر امكانيات تدخل على المصصات المشاهدة على الانترنت بصورة سالسة جدا عندك امكانيات تدخل على جوجل بلاي ستور لسهولة تحميل البرامج والالعاب مع مساعد جوجل الصوتي الجوجل اسيستنت بتقدر تشغله عن طريق تطبيق اندرويد تيفي يعني التطبيق ده بتنزله على الموبايل وبتتحدث مع الشاشة وبتديها اوامر صوتية عن طريق الموبايل بتاعك عن طريق تطبيق اسمه اندرويد تيفي موجودة على الجوجل بلاي ستور بتقدر تنزل الالعابك اللي انت عايزها للاطفال من على الجوجل بلاي بسلاسة امه امكانيات تشغيل البرامج والالعاب من خلال الموبايل على الشاشة عن طريق الكروم كاست اللي موجود في الشاشة إمكانية البحث الصوتي Voice Search يمكن تشغيله مشاهلة تطبيق الاندرويد تي في لسه اين اللوك عليه الشاشة بتدعم صيغ الفيديو كلها مع مؤكد اغلاق الجهاز تقدر تسجل من الشاشة نفسها على فلاشة او هاردسك بطريقة سالسة جدا إمكانية لتصلس الكامب الانترنت عن طريق الواي فاي المودمج منظم جهد تلقائي موجود في الشاشة بتاعتنا منظم علي الجودة الشاشة من فئة استهلاك الطاقة الفئة اي اللي تعتبر صديقة للبيئة وفي نفس الوقت موفرة للطاقة لو كلمنا ما دخلوا مخارج الشاشة عندنا مدخل اريل ديجيتال فتحة ار اف جاك ار اف في دهر الشاشة للاريال بس الارسال الرقمي عندنا مدخل اوديو فيديو وعندنا تلاتة مدخل اتش دي ام اي مع اثنين مدخل فلاشة انا دي اول مرة اشوف شاشة اثنين وثلاثين بوصة فيها تلاتة مدخل اتش دي ام اي اه وفي نفس الوقت اندرويد اه مدخل فلاشة عندنا اتنين مدخل فلاشة مع مدخل كابل انترنت مع مخرج سماعة للاوزن خاصة للاوزن اه اه تلاتة ونص ملي متر اه شاشة مميزة جدا يا جماعة وكمان عليها ضمان لمدة سنتين ضمان مجاني شامل لمدة سنتين من شركة العربي جروب سعر الشاشة دي تلاتتلاف تمنمية وخمسين جنيه تلاتتلاف تمنمية وخمسين جنيه مع امكانية مميزة جدا والشاشة انا شايفها من افضل شاشات الجي في هذا السعر وفي نفس الوقت في المقاس ده شاشة اندرويد اه تسعة ذاكرة داخلية وفي نفس الوقت تلاتة مدخل اتش دي ام اي اتنين مدخل فلاشة مع بس ارضي رقمي اه مع صورة في غاية الدقة والجودة والنقاء اه شاشة مميزة جدا وامكانتها كويسة وسعرها كمان مناسب جدا لامكانياتها شكرا جزيلا لحضراتكم الشاشة متوفرة في كل معارض العربي جروب ومعارض بيتك ومعارض كارفور اه متوفرة بصورة كبيرة جدا وامكانياتها مميزة جدا اي استفسار سيبولي في التعليقات ويا ريت لو مش مشترك في القناة ارجو الاشتراك عشان يصلك كل جديد بازن الله اي استفسار سيبولي في التعليقات وبرد مباشر بازن الله اه دمتم بصحة وعافية قبل مقفل اذكر الله صلنا على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبر بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم على قناة اشرف القادي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شاشة من شاشات تشيبة اولا من النادر انك تلاقي شاشة اندرويد تسعة موديل اه اتنين وتلاتين بوصة صعب جدا صعب جدا تلاقي مقاس شاشة اتنين وتلاتين بوصة مش موجودة في اي شاشة حاليا في مصر او الوطن العربي شاشة اتنين وتلاتين بوصة اندرويد ناين اه كل الشاشات للاتين وتلاتين بوصة بتبقى شاشات عادية او سمارت لكن اندرويد لا الشاشة الوحيدة اللي كانت اتنين وتلاتين بوصة اندرويد كانت تي سي ال وكانت اندرويد سبعة وللاسف مش متوفرة حاليا خالص تقريبا انتهت من السوق من فترة كبيرة جدا دي وقت المتاح والشاشة اللي تعتبر باندرويد حديث هي شاشات توشيبة شاشة توشيبة موديل شاشة توشيبة موديل شاشة توشيبة موديل